طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله وازلنا تعالى محاضرة عن النهاردة من المحاضرات المهمة جدا في اللغة الانجليزية اخونا وهي الافعال المساعدة وهي الافعال المساعدة لها اكدولاري كاربس. طيب ايه هي الافعال المساعدة? الافعال المساعدة هنا عندي يقولي هي افعال بالصدر في صياغة الجمل وصياغة الافعال العادية لها. ولا اهمية كبيرة جدا جدا جدا. اوكي? يختلف الفعل المساعد عن الفعل العاد. في ايه? عندي رقم واحد ان الفعل المساعد لا يضاف له اس ولا يضاف له اي انجي ولا يضاف له اي دي. تمام? يبدي عندي الافعال المساعدة. لا هي ينفع نضاف له حرف الاس ولا نضاف له اي انجي ولا اي دي. الفعل المساعدة كمان لا يصدق حرف جر ابدا. فيش فعل المساعدة اخوانا? يصدق حرف جر. الا اذا كان الفعل المساعدة في الجملة مستردم كفعل عادي. وهنا افهم ان في بعض الافعال ينفع ان هي نفس الفعل يستردم كفعل مساعد وهو هو الفعل ينفع ان هو يستردم كفعل عادي. تمام? لو استردم كفعل عادي في الوقت ده ينفع ان انا اضاف له اه يسبق هر جر او او ا 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 حالة يمكن أن يسبقوا حرف جر وإضافة S أو ED أو ING يعني حالة لما أستغذر ثلاث أفعال المساعدة دول اللي هما BE أو DO أو HAVE كفعل عادي أقدر لنا في الوقت ده أضف لهم ING أو ED أو S أو يسبقوا حرف جر. الأفعال المساعدة فأنا أستغذر في صياغة الأسئلة. لما أحب أسأل سؤال معين الفعل المساعد يساعدني في صياغة السؤال. كمان في صياغة النفي. لما أحب أنفي فعل معين فأنا أستغذر من الفعل المساعد في حالة النفي. كمان يستغذر في المستقبل والأزمنة الأخرى. وبتربط الفعل بالمفروق. طيب. الفعل المساعد لابد أن يكون الفعل الذي يلي في المصدر. الفعل المساعد إخواننا. لما بيجي بعدي فعل آخر. الفعل اللي بيجي بعدي ده بيكون في المصدر. يعني في المصدر. يعني التصريف الأول للفعل. يعني الفعل كما هو. هو في صورته الأولى. مثال. يعني الثاني هنا. عايزة أقول أنا سوف أذهب. فأقول I will go. I will go. أولا فعل المساعد عندي هنا. will. الفعل اللي بعدي هو go. وده فعل في المصدر. يعني ما نفعش أقول I will went. وانت يعني ذهب. طيب كيف أنا بقول أنا سوف ذهب. فما ينفعش. خلاص. أو سوف ذاهب. ما ينفعش. بلازم الفعل المساعد. طرح ما نجي وراه فعل. الفعل ده بيكون في التصريف الأولى. ما ينفعش زي ما احنا قلنا الفعل المساعد نضيف له كفعل المساعد نضيف له ING ولا ED ولا S. فما ينفعش أقول I wills. هذه الأس أنا سوف تبلغ عليها. I wills. ده الكلام ده خطأ. ترجمة نانسي قنقر